اشتركوا في القناة الارق انه الواحد يقوم بالليل وما يقدر ينام او يقوم اكتر من مرة النوم المتقطع او الناس اللي بفيقوا كتير بكير وما بقدروا يرجعوا يناموا اغلبيتنا منعاني من الارق بسبب المشاكل اليومية بسبب التفكير باشياء بنعملها باليوم التالي لا احنا بدنا ننام مشان هيك ايش الاكلات اللي منقدرنا كلها عشان نخفف من الارق ونخفف من مشاكل النوم اللي عم بتصير معانا اول اشي بطلبوا منكم انكم لازم تشربوا مي بكمية كافية 2-3 لتر من المي ليش لازم تشربوا 2-3 لتر من المي عشان نقلل من الجفاف اللي هو من اكتر العوامل اللي بتساعد بالارق كل ما شربنا مي نخفف الجفاف منساعد جسنا يشغل بطريقة طبيعية ومنساعد نخفف التوتر والسترس عشان نقدر ننام بالليل بطريقة طبيعية اللبن نرجع بنحكي لكم انه هو من الاكلات اللي كتير مفيدة بساعدنا انه النام بالليل بيقوا احنا مرتاحين فيو بروبيوتكس بساعدنا من تخفيف التلبقات المعوية وسوق الهضم اللي ممكن يصير معنا طب بس اللبن مجد الحليب ما بيفيدنا بلا بيفيدنا اكيد الحليب الحليب من الشغلات اللي منفضل انكم تشربوها بالليل للناس اللي ما عندهم حساسية من سكر الحليب وهو سخن لانه بيهدق الاعصاب بساعد ع ترويق الجسم من الاسترس وبنفس الوقت تقدروا تناموا بطريقة طبيعية عمر الدين والمشمش تقدروا تشربوا كاسة عمر الدين على الفطور او تاكلوا 3 حبات مشمش مجفف قبل ما تناموا او بفترة بعد الفطور لما بدنا نحليه بساعدنا على تخفيف برضو التوتر وبساعدنا انه نرويق اعصابنا لينسون البابونج الكرفس الخاس المرمية كل هاي الشغلات من الاعشاب اللي احنا معانا انكم تقدروا تشربوها بتهدوا اعصابكم بترويقوا حاولوا قليلوا من التوتر اللي موجود بحياتكم عشان تقدروا تناموا بطريقة طبيعية جدا نوم مريح وجسمكم يحرق زي ما بدنا تكون صحتكم منيحة ورمضان كريم عليكم كلكم